موسيقى دكتور توني نصار شخصية مرتبطة بقصة نجاح عالمية أثرت أصداء على مفهوم الجراحة وغيرت مسار ثورة وتطور عالم الجراحة التجميلية من مجرد عمل جراحة يعتمد على التقنيات العالمية لعمل جراحة يجمع ما بين خطوط العالمية وخطوط توني نصار الفريدة حيث نحتت الشكل الخارجي وسقلت النفسية وأعطتها ثقة لا تسلب دكتور توني نصار طبيب التجميل الأول في الوطن العربي حسب أنترسون كونسلتنس العالمية دائم التطور حيث يعتبر أن طب التجميل مسئولية تتطلب مهنية عالية ودراسات وأبحاث متتالية ودورية عام 2005 افتت تحسل سيلة دكتور توني نصار كلينيكس وعام 2012 دشن مستشفى خاص وفخم يحمل اسم دكتور نصار ميديكل سنتر أما عام 2016 هو في قلب دبي أضاء اسم دكتور توني نصار كوزماتيك سورجوري كلينيك سماء الخليج العربي حائز على جوائز عالمية في جراحة التجميل وسنة 2022 أعلنت American Society of Plastic Surgeons عضوية دكتور نصار العالمية دكتور توني نصار صعوبات وخيبات أحلام وأهداف نحة تقصت نجاح توني نصار خبرنا بداية مسيرتك المصيرة طويلة لما يكون الطريق طويلة بعيدة عالية صعبة تصليلة هذا الشيء بيكون صعبة كتير على الشخص بيكلفه كتير بيدفع كتير بيدفع صهر بيدفع دموع بيدفع جوع بيدفع تعب جسدي إرهاق نفسي وأكتر لما بيكون بعيد عن أهله وعن وطنه هذا الشيء بيأثر عليه أكتر وبالوقت زيته بيكون عم يتكلع حاله أكتر لحتى يثبت حاله ويكون شخصيته مسيرة طويلة عم بيحكي 13 سنة 13 مرحلة 13 سنة اختصاص منهم ليل منها كلمة منها شهر منها شهرين وخصوصا اختصاص الطب هو اختصاص بيخد منك كل وقتك يعني بتكون عم تدرسي وعم تحضري كل الوقت كل النهار وحتى كل الليل ما بيسمح لك بأول سنين أنه يكون عندك لا حياة خاصة ولا شغل خاص براليل على دراستك لأنه الجامعة كل النهار الدرس بالليل تحضير لتن يوم هيدا كله بيتطلب لحتى تستمر له حتى تنقلي من مرحلة لمرحلة ومن سنة لسنة اختصاص التجميل هو من الاختصاصات اللي كانت قليلة ونادرة وصعبة تصالي له وهالصعوبة خصوصا أنا شخص بحب لما نحط شغلي براسي يكون هدف بدي أصاله لو شو ما كان وهيدا اللي ساعدني أني أوصل لهالاختصاص اللي ما كنت أعرفه كتير يعني متل أي شخص عنده حلم بيحبي بيفكر أنه أنا شو بدي أعمل لما أكبر شو شو بحب أعمل واليوم أنا بنسأل هيدا السؤال أنه بيجوا ناس شباب وصبايا بيسألوني شو بتنصحنا نعمل كلمة عطول بقولها أنه دو وات يلاف ان لاف وات يدو لما منحب هيدا الشيء منحب شغلنا منحب اختصاصنا بصير يمشي بدمنا بصير بصير مبطل نحس بالطعب مبطل نحس بالسنين لأنه إذا منجي من عدل السنين يمكن أف 15 سنين بلها أداة أداة بتاخد منها وخصوصا بتكون بربيع العمر يعني عم تحكي من عمر ما بين 18 و30 سنة اللي هني أجمل سنين العمر هو عم بيقضيون الشخص بالتعب والدرس والبعض بس هالما سينا بدأت من البرازيل ليه من البرازيل البرازيل هي معروفة أهم بلد أهم دولة بعلم التجميل وهذا كان حلمي أني كون هونيك وأني أتخصص مع ناس مشهورين وناس أهم ناس بجراحة التجميل وهذا الشيء كان أصعب كمان أني أوصل لهونيك هذا الشيء كمان كان صعوب بس اليوم إذا برجع بعيد الفيلم هكي قدامي برجع بعمله مرة تانية يعني صعوبات كتيرة صارت بالبرازيل تقدر توصل للنتيجة أو للهدف والنجاح اللي أنت قررت أنك تكون فيه اليوم بدي أعرف كيف كان فيه صعوبات اللي ديائتك واللي عن جد أهرتك تقدر توصل لمبتغيك خبرني عنها بمراحلك الريمونية هات لتعشر سنين صعبة نحكها بديتين بس رح يحكي إشية مثلا صايرة معي بذكر في سنين من الاختصاص ما كانت يعني مسائك شغلة صغيرة كانت أظهر من البيت يوم الأحد عشية ارجع لأحد الصبح يعني كان كل الأسبوع وعفترة سنين مش عشهر وشهرين كانت ما بين الجوتي بالليل ما بين الجامعة الصبح ما بين المستشفى الصبح ما بين الجامعة بعد الظهر ما بين ديوتي بالليل أنا عم نحكي سبعة يام كانت فرصتي الوحيدة هي الأحد من السبعة الصبح للسبعة عشية وكنت أخذ كل الغراضي وكل تيبي معي لكل الأسبوع لأنه كنت فل الأحد بالليل من البيت ارجع بعد أسبوع لأحد الصبح بس عودتك إلى الابنين كانت دائما أمنيتك شو هي الظروف يلي خلتك تحقق هالأمنية وترجع من البرازيل مع أنه مثل ما قلت أنه البرازيل هي شغف لكل شخص وخاصة لجراحة التجميل أنا لما انت خصصت وخلصت اختصاصي أجتني فرص كتير وبلشت زاول العمل بالبرازيل وكنت كتير مبسوط كنت كتير مبسوط بحياة المهنية والحياة الاجتماعية وكنت كتير مبسوط بالبلد وحسيت أنه البرازيل هيدا بلدي مثل لبنان بحبه قد ما بحب لبنان بس ولكن تعلق بالبلد والعائلة أنا عائلتي بقت هون أهلي بلبنان وكنت أنا لحالة سفرت وأهلي بلبنان هيدا الشيء هي الرابط ضل عطولي هيك مثل ما بيقولي ينعر فيه ويقول أنه لازم ترجع يوم من الأيام أنا بنصح لكل أنه مي ولما عطول بنفكر أنه بنرجع لبنان نرجع هلأ ما نرجع بعدين بصد قرار صعب أنك تترك كل شيء بالبرازيل وانت برازيلي كمان برازيلي لبناني خصوصا لما تكوني ناجحة ولما تكون عندك شغل كتير القرار صعب يعني اليوم لما يكون في عندك محل أحلى من محل أحسى من محل مهنية بتتركيه وبتروحي مثلا ما تكون أنت ناجحة وعم تشتغل كتير بمحل وتفكري أنك ترجعي على بلدك تبلشي تأسسي هذا كتير صعب والقرار كان كتير صعب وأخدته أني أبقى هونيك والقرار أني كنت أبقى هونيك والصدفي رجعت جابتني على لبنان هي الصدفي الصدفي حلوة الصدفي تلاقيت صدفي بالسفير البرازيلي ببري جانيرو وعزمني على لبنان وقال لي لما إذا عم تروح على لبنان أحابي بشوفها كونيك وأنا كنت أجي بالسنة عش تيام بس هيك كنت متفق مع أهلي بقى بزيارة من الزيارات زرته للسفير وكان وقته بأول شهر أيلول وكان في عيد الاستقلال كان عامل الحفلة عنده بالبيت وعرفني على هو ومدامت وعرفوني على ستات لبنانية وعلى المجتمع اللبناني اللي كنت ما بعرفش عنه بقى هيدا شي رجع بلشي يخليني حب عن جديد بلدي وارجع حب الناس فيه وارجع اتعلق فيه عن جديد من هون بلشت هاي المصيرة التانية اللي هو ارجع زيارات على لبنان بدل ما يكونوا عشرتيان بالسنة كانوا عم بيكونوا أكتر كانوا عم بيكونوا شهرين وثلاثة مقصمين على السنة شو كان عنوان أول صفحة كتاب نجيحك في لبنان؟ من أول نجحات لما قررت أرجع على لبنان وهيدا كانت لما نبي بيقلي بالليل بيقلي بالليل بيقلي خبرونا أنه في شيء أنت عملته كتبوا عنه بالجريدة هونيك وأنا كنت أخذ القرار أن يبقى بالبرازيل بقلي مبسطنا أنه بالشيء اللي سمعناه والشيء خبرونا إياه عن شيء كتبوا عنك بالجريدة بس كم شخص مبسط لك هونيك مبسط بنعدوا على الإيد هيدا الشيء أثر فيي وهيدا الشيء كلمته ساعة 12 بالليل خلتني أرجع فكر أنه بلدي بحاجة اللي عم بعطيه هونيك قادر أعطيه هون وأكتر لأهلي لبلدي للناس الحوالي اليوم بالبرازيل البرازيل إلى فضل علي إلى فضل بتأسيس شخصيتي بتكويني باختصاصي باللي أنا عليه اليوم بلدي بحبه كتير بحبه بمحبة لبنان بس فضلت رجع كمل هالمصيرة بلبنان وهيدا الشيء ما بندم عليه وبالعكس بقول لهم لكل اللبنانية اللي عايشين برا رجعوا بسرعة ما تتركوا رجعوا لبعدين يعني أنا كان فيه كمل مصيرتي وأشتغل وأعمل بدي أعمله وارجع بعدين على لبنان أنا بالعكس بقول لهم أسرع ما ممكن رجعوا وأسسوا وكملوا بلبنان لأنه ما في مثل لبنان هون تم تأسيس الكلينيك بداية كانت الكلينيك كانت أول كلينيك والتاني كلينيك والتالي كلينيك من فردان للكاسليك لزحلي لبعدين قررت أني أفتح المستشفى بسن الفيل لأنه الشغل كان بده مستشفى يعني هالكلينيك كمية الشغل اللي كانت عمتعطيه بحاجة لمستشفى تقدر مستشفى مميزي يعني اليوم أدمت أدمي سورفس بمستشفى عام ما فيه يكون مثل مستشفى متخصص بكل المجلات مش بس بالتجميل اليوم اليوم صار فيه تخصص على التخصص اليوم لما بتأدمي شي بمكان معين متخصص كل الاسطاف متخصصين رح يكون نتيجتك أحسن وأفضل يعني نوعية الشغل رح يكون أحسن بكتير وهذا الشيء اللي صار معي بس هالمستشفى مش بس هي بس بلبنان صارت عالمية رح نحكي فيك كيف بتصف برؤيتك الخاصة تطور يلي طالما أيس ومعايير الجمال بين تطور بين الأيام الماضي ونحن بوقتنا اليوم حب الجمال للشخص هو زوء يعني بيختلف بين شخص وشخص بينما الإبداع فيه هو يعني هو فن اليوم أنت زوءك ممكن يختلف عن شخص تاني بنظرتك للجمال بس لما بتشتغلي فيه وبتبدعي فيه صار فن من هون الجراح تجميل هو مزيج ما بين الطب والفن ما فيكون طبيب عام أو جراح وما فيكون بس فنان بدوا يخلط هؤتنين وبدوا يشتغل عليهم اتنيناتهم هون الفرق بين طبيب وطبيب وبين جراح وجراح هي هاد النسبة اللي بيستعملها بشغله اليوم لما نمزج الفن مع الطب عم نبعد عن على الكوبي بيست عم نبعد عن الناس اللي بتشبه بعضها اليوم كل حالة هي حالة خاصة وكل حالة منفوت عليها هي مثل ما بيقول شي مسكر منكتشفه خلال العملية قد ما نكون رسمين اشياء الشغل اللي بيصير بوقتها هو هيدا اللي بيعطي جدارة الجراح وقدي عنده بانك اف نولوج او اف اكسبرينس بساعده بساعة اللحظة ياخد القرارة الصح ويعطي نتيجة حلوة اليوم في صحة في طب وفي تجميل طبعا مزيجهم هو البديعة للشي الحلو طبعا الجمال الخارجي وارتباطه بالتوازن والردة النفسي اكيد بيضعك امام مسئولية كتير كبيرة تجاه العمل التجميل كيف بتخلق هالتكامل وخاصة انه بالمستشفى واللي هي مسئولية اكبر لالك لأي حالة بتصير حالة بيع نحكي فيها بنطاق يكون حلو او انه اي مشكلة ممكن انه تحصل معا هون قوة الجراح البروفيسور بتنجيب البرازيل كان يقلنا جراح الكبير الاوي هو مش اللي بيعمل عمليات يعني اليوم في اي شخص يتعلم تكنيك العملية ويعملها كان يقلنا نحنا كنا سبعة بالصاف بالجروب كان يقلنا انتو السبعة عم تتخصصوا معي انا واحد ولا واحد منكم رح يطلع مثل الثاني لانه كل واحد رح ياخد رح ياخد شيء ويطوره على طريقته هذا الشيء اللي بيطوره على طريقته هو بتنطبع على الشخص على شخصيته على مهنيته على طريقة تفكيره على طريقة تحليله للأمور من هون لما نحنا عندنا هالباكيج وعم نشتغل فيها ما في خوف والجراح مثل مثل ما بلاشت حديثي الجراح الكبير هو اللي بيعرف يحل المشكلة يعني مش اللي بيعرف يعمل عملية لانه العملية هي تكنيك بينما الجراح هو اللي بيعرف يحل المشكلة يعني اليوم معرضين بأي عمل تجميلي أو جراحي يصير فيه مشكلة يصير فيه كومليكيشن يصير فيه أي شيء منه مرسوم هون قوتك أنت أنك تحل القصة وبثواني يعني هون فيه الله أنا أقول بيعطينا مثل موهبة تلقى قيم من حل يعني خصوصا بالعمليات الدقيقة اللي مكون عم نشتغلها بعملنا تجميلة في إشها ما منشوفها في إشها منحسها يعني في إشها منحسها بإيدنا ما منشوفها بس مشكلة يعني أنت عندك هيها موهبة أنا بعرف وخاصة لما كانت بالبرازيل كان عندك توتش دفرنت عن أي دكتور تاني وكان عندك هيها موهبة من عند ربنا يعني هيدا قدية كمان أنه زادت من حسك للمواضيع ومن نجيحك كمان هيدا اكتشفته أنا عم بتخصص أنه هيدا الشي مثل ما قلتلك هالشي بدمي هالشي الله يعطيني إياه ونقاية الطريق الصح نقاية الشي مش بس اللي بحبه الشي اللي أنا موهوب فيه يعني الشي خلق معي هون بصير الإبداع وهون بصير الشغل وما في تعب لأنه أنت عم تشتغلي شي بتحبي 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 تكوني فيه يعني بذكر بيام بالاختصاص كنا عم تشتغل بالليل وكنا عم تشتغل عمليات لحكم أصحابي يعني عم نعمل كنا نشتغل تيم وكان في أصحابي يكونوا صهرانين يحكوني أنه مأخر جاي ولا مجاي قلوا أنه أنا صهران يعني هون الحب والشغف بالشغل هو النتيجي هو كل شي يعني ببطلة بصير عندك عالمك هو هيدا شي وتفكيرك كله بصير يصب فيه بتصيري أنت ولو برات الشغل ولو برات الدوام بتبعي عم تفكري كيبك تطوري كيب بدك تغيري كيب بدك تقربي لقدام يعني اليوم نحنا شغلنا بتعرفي في تطور كتير وفي تقدم كتير مش كل سنة وسنتين أو قد كل شهر وهيدا شي لازم أنت يتبلش فيه يعني ما تتكلي على حدا يعمل شي جديد لو تروح تتعلميه لا تجي أنت الطبي بالعكس بطريقة علمية عطول في جدالية بموضوع الترميم والتجميل شرح لنا أكتر عن هذا الموضوع ترميم والتجميل هني مع بعض بس هني مختلفين الترميم هو أساس التجميل يعني اليوم أنا إذا بدي أتخصص كون جراح تجميل لازم أتعلم كل أساس الترميم ليه لما بتعلم كل أساس الترميم هاك بيحترم الجسم بيحترم الأناتومي بعرف بعرف كل تفاصيل الجسم شو هي لحتى ما يصير عندي مشاكل بالتجميل لأنه الترميم هو ديب أكتر هو انفيزف أكتر نحن نسميه بينما التجميل هو أقل تعييدا بس ولكن مبني على البرينسبل ذاتة يعني اليوم أنا إذا ما عندي هالنولوج وهالخبرة بالترميم ما رح أقدر كون جراح تجميل شاطر بمعنى أقدر اشتغل من دون مشاكل من دون ما يصير معي كومبليكايجنز اليوم جسمنا قصم وموصول موصول على القلب بشريين وموصول على الرأس بنيرز وبعروع هو الأمور كل فيه إلى طرق وفيه إلى باث وفيه إلى أماكن نحن نعرفها أين تذهب و أين تأتي من هنا مثلاً نعمل على الوجه يعني لما نعمل فايس ليفت أو فايس أوف عم تفتح كل شيء عم تشوفي بعينك و عم تحفظ يشوفي جوه ولكن أنا أرى الكثير من أشخاص يأتي ترميم لعند حضرتك بيكون فيه مشاكل كثير عم بتصير هاي مش مسئولية أنه أنت ترجع ترمم عن أشياء كانت معمولة عند شخص آخر أو طبيب آخر ترجع أنت تعملها وهذا أصعب كثير أنت لما تشتغلي على حالي كن تاني مرة و تالت مرة وأوقات ما بتصدق أنه مشتغل بكون صار خمسة يعني في حالي أنا كن رقم خمسة عشر يتخيلي نفس العملية معمولة خمسة عشر مرة هون بيصير في سنوب كتير يعني حتى بيبطل فيك تعطي نتيجة مثل ما تعطيها عشيه فرش عشيه أول مرة وهي شيء لازم تحكيه مع الشخص وتصرحيه وتقولي له أنا اليوم عندي المتس أقدر أعطي من وراء الأشياء اللي صارت قبل ومشاكل كتير اليوم من وجهها بالناس اللي استعملوا فيلر دائم وصار عندهم تشوه ونرجع نشيل هذا الشيء كله وننضفه ونرجع نشد قوة الجراحة الجميل أنه يقدر يواجهها يواجه الشخص على الطريق الصح يعني بالنهاية ما أنه صعب ما أنه صعب اليوم أعملك مثل فلاني اليوم ما أنه صعب ينعمل بس ولكن هي النفسية والتأكلهم وانتي مظبوط شو بدك وشو بي لبقلك هون دور جراحة جميل يعني مش معناته أنا كل شيء قادر أعمله لازم أعمله طبعا أكيد أنا الله مخولني أني أعمل إشياء كتير وغير وقدر إبدع وإنحط وزغر وكبر وكل عيدة بس ولكن الأراض فلنفسه الكاركتر نفسه شخصيته ما تتغير والبلاني يكون صح لعيدة الشخص لحتى ما يطلعوا كلهم مش ببعض صاحب اليدين الذهبيتين جراح المشاهير هاليا تورا اليوم وعبر دنات كاسف تعالون عن أسرار نجاح التقنيات المعتمدة اللي بتحمل توقيعك هذا شيء نحكى بالمجلات والصحف كتير نحكى لسبب لسبب أنه أنا شخص حتى بتعرفي شو هي جمعة سمعتها من من ست اجت لعندي كان فلت من لبنان من شيء عشر سنين وصلي عشر سنين مع الشفطة رجعت وضلت جاي لعندي وقالت لي كلمة قالت لي أنت من عشر سنين كانت تبتكر وتعمل قصص بعدك عم تامل يعني هون الشخص الجراح ما لازم يتكل على شو فيه اليوم بالعالم جديد لازم هو يتكل يعني اليوم نحنا لما نتخصصنا استلمنا هالاختصاص ببايزك يعني الأساس تبعوله بس كل واحد مننا لازم يطوره لازم يتقدم فيه لازم يخترع فيه نحنا اختصاصنا فيه اختراع يعني فيه تقدم فيه اليوم أنا أفكر بالتكنيك وحولها والعاطي منها نتيجة واليوم مثل ما كلنا بنعرف جراحة التجميل بعدت كتير عن عن الجراحات اللي تقيل يعني بطلت كتير يعني من زمان كانت لنقول بعطي مثل مثلا نشد الوجه كانت نفتح كلها سوا نشد الوجه اليوم صار نص قد ما كان قبل والتقدم اللي عم بيصير اكتر صارنا في حالات ما بنفتح فيها بالمرة هذا التقدم بيطلب من كل جراحة من كل شخص وينما كان بالعالم انه يشتغل على حاله انا اليوم بشارك بالمؤتمرات وبروح سنويا وببرم العالم بس هيدا منه الاساس هيدا منه بطورني هيدا بالعكس بيخليني اتناقش و و و اتقاصم الاشياء اللي بفكر فيها مع زملائي بس مش هيدا اللي بيطورني لقد طب وجود بستشفى وعيادات دكتور توني نصار باللبنان قد بيساهم بتعزيز السياحة الطبية السياحة الطبية والسياحة التجميلية بشكل خاص في لبنان انا عملت مرة استادية وبعتها على الوزارة وفرجيتهم قد قد كل واحد مننا كجراح تجميل في لبنان قد قادر يفوت سنويا على لبنان عملت دراسة بيانت انه هاي شخص يعني مثلا انا عندي تقريبا تقريبا 50-50 الناس اللي بتجي لعندي نص لبنانية ونص من برات لبنان هالنص من برات لبنان عملت استادي وفرجيتهم انه انا اليوم كل ست بتجي بتصرف عندي مثلا 5000 دولار بالمستشفى او بالعيادة عم تصرف برا قد يعني من الوتيل للشوپنج للسيارة لكل هول لكل هول هاليومين ثلاثة اللي عم تقعدون او خمسة ايام لتقدر تعمل عمليتها اذا عم تصرف عندي خمسة عم تصرف برات بلبنان خمسة تانيين يعني هيدا الشي لازم ندعم ونساعد لانه هاليوم اكبر مصدر سياحة ممكن يكون باللبنان واليوم لبنان معروف يعني ما بده دعاية بالتجميل اليوم نحن جراحين تجميل لبنان عطينا اسم كتير كبير يعني اليوم لبنان مركز تجميل ميدل ايست واوسع بقى هيدا الشي ما بده دعاية بس المطلوب هو من الدولة خطة لحتى تقدر تجيب هالناس وتستكتب هم على لبنان بتسهيلات بمساعدات بخطة معينة لحتى تسعى وتنهض بهال السياحة التجميلية وهذا اللي بعرف انت استقرارك بلبنان حتى لو عم تسافر انت على كل دول العالم بس بترجع على الوطن الاساسي اللي بتحبه وبترجع بتقول على طول انا بطلع برات لبنان ثلاثة أرباتيين بس أنا بدأ ارجع على بلد ارجع بتجيب على لبنان بطلع ببرم كل الدول العربية بس برجع أنا بحب بجيب على لبنان بحب يجو في من بيعرف لبنان وما بيعرف لبنان يجو وتعرف على لبنان الانتشار والتوسع العالمي هي كمان ضمن استراتيجي ذك الحالية خاصة بالزار في الوقت اللي نحن فيه هل هالأمر بشكل صعوبة بالنسبة لدكتور توني نصر أو تحدي التوسع كانت فكرة أول شي كانت توسع ضمن لبنان بعدين صار توسع خارج لبنان التوسع هو خطة من الخطط اللي رسمتها من قبل من وقت كان الوضع منيح في لبنان يعني بتعرف لبنان بيطلعوا وعطول بيرجع بيقف هذا الشيء ما عنا شك فيه بس اليوم خطة التوسع خطة بدها 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 جهد كبير لي لأنه بدها وجود يعني أنا أحيانا كنت سافر بالجمعة أكتر من مرتين يعني أو تلات مرات تخيل بنفس الأسبوع اطلع الصبح رجع عشية أو تاني يوم هذا الشيء بتعب بس ولكن بينشر الاسم وبيرجع بيرد الناس لهون بشكل أوسع وهالشي لمسته هالشي ما وقفته لأنه كان ناجح يعني تقريبا أنا صار لي بشتغل على سياسة الانتشار تقريبا أكتر من عشر سنين وهيدا الشيء شفت نتيجته نتيجته كتير قوية وكتير حلوية وهذا الشيء بيخلي الناس تجي على لبنان يعني أنا اليوم في أحيانا بخفف صفراتي لبرة بمرحلة من السنة بلاقي خففة ما جاء الناس على لبنان برجع بقوية برجع بروح لما بتروحي لعندهم بيشوفوك بتحمسوا أكتر أنهم يرجعوا خصوصا بتعرفوا عليك وبشوفوك بتقنعوني أنهم يجوا عم تشتغل سوسيولوجيا وجراحيا وعقليا أنا لك مشكلة أنا بحب لبنان أكيد عالم الروبوتكس دخل عالم الطب والجراحة هل من الممكن الاستعانة بالجراحة التجميلية؟ الروبوتكس أو الروبوتكس أسستنس سيرجوري هني هو اختراع ظهر والتكنولوجيا أحدث شي فيه هو دافينشي الأمريكية نجحت بمجالات نجحت بمجالات الجراحة البطنية أكتر شي بس ما كتير بجراحة التجميل كتجميل ليه؟ لأنه مثل ما بنعرف الروبوت أو الروبوتكس بتسهل على الجراح لما يكون فيه أشياء غميئة صعبة يوصلة بدأ دقة ما بدأ رجفين إيدان هلأ برجع بحكيك عن رجفين الإيدان في الموضوع هون الروبوت بساعد كتير مثلا بالترميم بالمايكرو سيرجوري بوصل العروق ببعضها بنقل عضلة كبيرة ممكن تخفف يعني بدل منقص لنقول إذا بننقل عضلة من الإجر على البطن مثلا بدل منقص جرح كبير بواسط هذه التكنولوجيا قادرين بجرح صغير نفوت تحت جلد ونخلص العضل ونشيره هون الترميم بيستفيد منها شوي بس ولكن نحن بنعرف الديكوستا لهذه التكنيك والنتيجة ما كتير بعالم التجميل تجميل تجميل اللي عم بيحكي استاتيك ما كتير بتفيد لأنه نحن بنشتغل على أكبر عضو بجسم الإنسان اللي هو الجلد هذا خصاصنا والجلد هو شي سطح ما أنه شي كتير ديب لها السبب الروبوت ما في حل محلنا ليه لأنه الروبوت لأنه نحن ما ننا مثل ما قلت بالأول حلقة نحن ما ننا بس أطبه نحن فنانين صحيح بقى الروبوت صعب يكون فنان وفي حالات كتير بدك اتنين سوا مانا مانا بيور مديكل بقى الروبوت ما نجح بالتجميل بلاس في اليوم تقنيات كتير خففت الشغل الجراحي من دون مياء استعمال الروبوت مثلا اليوم بعطي مثل هو الخيط السراد اليوم قادرين بدل ما نقص نقص كل هاي المنطقة لنفوت نشد العضل اللي هون قادرين بواسط الإبري بفتحة إبري صغير يعني من دون قص نفوت بالخيط على العضل اللي بنايها ونشدها يعني هذا دور الروبوت اللي كانوا بديوا يعملوه قادرين نعملو بشي أبسط بكتير بالختام شه هي المقولة اللي بتعكس شخصية دكتور توني نسار الشخصية هي بتتكون عبر السنين عبر الايام اللي الانسان بيقطع فيها أكيد بيقطع بشيها حلوة وشيها مش حلوة وشيها منيحة وشيها مش منيحة هون بيصير ماشي على مبدأ ماشي على على شخصية مكونة من هيدا الشي أنا فيك شغلتين بحبهم بحياتي أنه لازم الشخص يحب شغلته مثل ما قلت أنه دو وات يو لاف لوف وات يو دو هيدا أساس بلاس تواضع بالشغل تواضع بالحياة يعني اليوم أنا شو ما كنت قد ما كنت ناجح ولو بدي أكون أكبر جراح بالعالم إذا أنا ما كنت متواضع وقعدت سمعتلك وعرفت شو بدك رح أفشل لو مين ما كنت كلنا شاهدين أنك بتتحلى بهيدا استفاة تاني بقى هيدا سر النجاح هو العمل الجهد الإبداع النحط تفنن بس بتواضع نحص من الز temperatures شعرت بس أفشل شعرة أفشل اشتركوا في القناة